ما يحدث في المنطقة 24 دولارة في تنسلطرانية هو تنسلطرات التنسلطرات ورقة الجوكر لهزيمة روسيا وتهديد السعودية ودول الخليج ده أخبار من الوطن العربي من كل الدول العربية تقريبا وأخبار عن سد النهضة فيديو يشمل كل شيء فيديو يعني فيه كل أخبار اليوم الـ 24 ساعة الماضية طيب إيه حكاية القوات يعني كيف استولت روسيا على طائرات كمية كازي طائرات كمية كازي أمريكية مسيرة طائرات مسيرة أعلنت القوات المسلحة الروسية في موقع على تويتر من ساعات قليلة ده خبر حصري أعتقد ما حد تشسموا عبل كده أعلنت القوات المسلحة الروسية في موقع على تويتر تقول في عملية خاصة ونوعية القوات الروسية تستولي على طائرات مسيرة أمريكية من نوع كمية كازي كانت بحوزة الجيش الأوكراني دي ضربة قوية مش عشان ثمن الطائرات ولا حاجة لا عشان التوكلونيجيا اللي موجودة في الطائرات فممكن يعني تعرفين الدول العظمى بتتحصل على التوكلونيجيا دي بصعوبة شديدة فهنا هم يعرفوا نقطة الضعف ونقطة القوة في هذه الطائرات ويعني ده أعلنته القوات المسلحة موقع القوات المسلحة الروسية فهنا ده يعني ده وجهة نظر روسيا عندما طللت أوروبا وأمريكا روسيا من نظام سوفت استبدلت روسيا بنظامها والنظام الصيني وانتو عارفين ان بوتين أعلن ان قرار دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل واستجاب حوالي 14 دولة أوروبية للدفع بالروبل للوقت أوروبا بتدفع ما يعادل 650 مليون دولار يوميا طبعا روسيا عايزها بالروبل فقالوا له احنا هندفع بالدولار هنشترى الروبل بالدولار قالت ايه من الدولار مش موجود في عملة يعني احنا خارج عملة سوفت فدلوقتي بتطلب من أوروبا ذهب وهذا معناه ان كل يوم بتدخل الخزانة الروسية 11 طن ذهب يوميا وهنا الموضوع يعني روسيا كل يوم ولذلك روسيا كل يوم العملة بتاعتها بتزيد مقابل الدولار يعني في البداية لما طلع الرئيس بايدن وقال الروبل الروسي الدولار يساوي 200 روبل بعد العقوبات وقال بعد كده يساوي 300 روبل دولار واحد يساوي 300 روبل ولما بوتين اتخذ قرار زي ما بيقوله حقنة بوتين الشهيرة حصل يعني دلوقتي 65 روبل بيساوي دولار يعني في الاول كان 75 روبل قبل الحرب دلوقتي بقى 65 وقال يمكن 55 كمان دلوقتي فهنا المنظمات المالية العالمية بتقول ان الروبل الروسي من اقوى العملات سعودا في العالم وهنا امريكا بتقولك استمروا في العقوبات لسه خرج علينا امس وزير الدفاع سيرغ شويغو وهو وزير الدفاع الروسي قالك احنا كل يوم العقوبات بتزودنا مش بتنقصنا احنا مش عايزين نرجع تاني لنظام سوفت وعايزين نستمر في يعني اكتناس ذهب العالم وهنا يعني ده كل يوم بيضعف اوروبا ويقوي روسيا فالعقوبات جابت نتيجة عكسية جاني تقرير واحد بعتوني بيقولني امريكا عندها ورقة اسمها الجوكر وبتهدد بها روسيا وبتهدد بها السعودية ودول الخليج ايه القصة بيقولني اعتقد انه امريكا تفهم جيدا ان اليورانيوم العراقي المكتشف في شمال العراق ونفس نوعية اليورانيوم الروسي لذلك لا تهتم لانها قد اوجدت لأوروبا والناتو والامريكا يورانيوم مشابه للروسي وبكميات كبيرة ومجانا لن تدفع فلسا مقابله مقابله تعقزه الآن لان العراق ولاية تابعة لامريكا اه يعني بيقول لما قلنا ان روسيا معها سلاح اليورانيوم قال ان اليورانيوم العراقي يوازي اليورانيوم الروسي وامريكا بتاخد منه كميات كبيرة جدا اه اما النفض العراقي اه ما زال يسعى لزيادة بيع النفض العراقي ما زال يسعى لزيادة بيع النفض والغاد والفسفور والكابريل اما النفض في العراق اه العراقي يريد ان يصدر 12 مليون برميل في اليوم وكانت امريكا تعترض لصالح السعودية ودول الخليج اه وتمنع العراق وهذه فرصة لامريكا تضغط على الخليج بزيادة انتجها او رفع الحزر عن العراق والقيود وجعل العراق سيد الاسواق بالنفض والغاز وبأسعار مخفضة لذلك تلمح امريكا والناتو بفتح انابيه بالعقبة التي تمر على العقبة ثم اسرائيل ثم تركيا ثم اوروبا الكلام الذي تكلمنا عليه في الفيديو القادر وهذا اأمن خط واسرع خط واقرب خط اه يعني اه احتياجات يغطي احتياجات كل دول اوروبا 48 دولة بلا انقطاع لماذا وهنا بدأ التقرير لان العراق اراضي منخفضة بين دول الخليج وايران وكل نفض غاز تلك الدول يصب في العراق ومهما تسحب منه العراق لن يخلص بل بسبب يسبب كفاف في ابار الدول المجاورة الخليج وايران وحتى روسيا وازلبيجان وكل الدول يعني هو بيقول وده محتاج خبير يعني خبير جيولوجي هل فعلا العراق ارض منخفضة تاخد منه جفء في الابار اللي حواليه وما يخلص هو ده السؤال ده التقرير اللي بيقول كده انا معرفش صحة التقرير يعني احنا محتاجين الناس بتوع جيولوجيا يفهمون الموضوع ده لذلك فرضت على امريكا منع العراق من زيادة انتاجها كي لا تسهيل غضب الخليج وايران وروسيا وازلبيجان لكن بما ان الخليج غير متعاون فازل ورقة ضغطة يعني سيستطيع سحب النفض والغاز من الدول المجاورة وبيعه باي سمن لا يهمه لانه مجان هذا جوكر بيد الناتو وامريكا فهل تبقى السعودية والامارات على قرارها ام بقيت فان امارها سوف تجف لان الذي يمنع العراق من تصدير النفض 12 مليون برميل يوميا هو امريكا فان لم تزيد السعودية والخليج وايران نفضهم وغازهم وتعطي به اوروبا وارخص الاسعار هنا الجوكر الامريكي وكارت الاخضر والدول الاخضر سوف يعطى للمقابلات الامريكية تدفق نفض العراق عن طريق العقبة سمى اسرائيل سمى تركيا سمى اوروبا لان العراق بيد امريكا تريليون بالمية ولا يوجد به حكومة او دولة تديره امريكا مباشرة اذا هل ترتدع السعودية والامارات والخليج وايران ام تجفف ابارها من العراق ده تقرير يعني انا معرفش واحد بعته كتبه في تعليق في القناة وهل الكلام ده الصح محتاجي يعني عايز كل القضاء اللي عندهم فكرة على الموضوع يردوا علينا ان العراق منخفض طب حرب الخليج لما حصل كان صدام حسين الله يرحمه بيقول ان ارض الكويت منخفضة وبياخد البترول والغاز العراقي ولذلك يعني غذا دولة الكويت فهل الكلام ده صحيح الله اعلم عادي حد يعني يرد علينا وبيقولك ان اليورانيوم افضل نوع يشبه الروسي اليوم بالمية في شمال العراق وتحت يد امريكا والناتو اذا على من يتمرد على امريكا والناتو ان يفهم ان امريكا والناتو لا تركع ولا تسمح لمن يكونها اعتقد اللي بعت التقرير ده معرفش انا مين اللي بعته بس هل الكلام ده صح ده السؤال اه فهنا يعني اخبار من هنا ومن هنا عشان الرأي والرأي الاخر بني شنقول اعلنوا احنا مش اه اسيوبيين واحنا سودانيين وعايدين نرجع بني شنقول بما فيها سد النهضة الى مصر والسودان ودي قد تكون احد الحلول بدون حرب بدون حرب يحدث انفصال او انقلاب او اي حاجة طبعا ده سهل جدا اه في ظل يعني مساعدة السودان ومصر لو لو يعني حصل اي حاجة فهنا يعني مصر حط بطنها بطخ صيفي والرئيس افتتح يعني مشروع تلتة وزيادة مليون ونص فدان ويعلن عن الاكتفاء الزاتي لمصر من القمح والارج كل البلاد عندها ازمة في الزيت والحاجات دي لكن احنا الحمد لله الحاجة موجودة غيرت شوية لكن كل حاجة موجودة متوفرة والفاكهة رخيصة جدا يعني المش مش اقل من عشر جنيه يعني حوالي نص دولار انفاء حاجة بسيط يعني كلام يعني الفاكهة رخيصة وكل حاجة جميلة في مصر اتمنى كل الخير لكل الدول وتحية مصر وتحية جميع الدول العربية وتحياتي لكم مشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم زريف الأدي